اشتركوا في القناة وايضا المتابع لتطور الحركات الجهادية في الساحل الافريقي علي الزاوي اهلا بكما لكن قبل ذلك نتشرف ايضا باستضافة عبر الهاتف زميلنا علي غنامي وهو مراسلنا في الصحراء الكبرى علي غنامي اهلا بك مساء الخير السابي هشام ومساء الخير بضيوفك الكرام اهلا وسهلا علي بداية نود ان نعرف او لو تعطينا مسحا خاصا لمختلف القبائل حتى نؤطر هذا النقاش مختلف القبائل التي توجد في ليبيا وايضا ولاات هذه القبائل قبل ان نبدأ النقاش ونطوره معا اه نعم أستاذي شام بنسب القبائل في ليبيا هناك اه عدة قبائل منها من هو موالي للعقيد معامل القذافي ومنها من هو موضاد اه طبعا اكبر قبيلة في ليبيا هي معروفة هي قبيلة الورف الله موجودة في منطقة بنولين نعم بعد ذلك هناك قبائل اولاد سيمان بعد ذلك هناك قبائل المقارحة في الجنوب اه بعد ذلك هناك قبائل الشرق اه شرق الليبي اسمونهم بالاسم المفطلح المحلي قبائل الشرق ايوا من بينهم قبائل اه العبيدات قبائل الشرفة هذو كلهم قبائل موجودة في الشرق الليبي في الفيضة في بنغازي في درنة في طبرق نعم نرجح لجنوب الليبي منطقة سبها. منطقة سبها هناك قبائل القذارفة. هناك قبائل ولاد ابن إيمان. هناك قبائل الحميد. هناك أيضا من قبائل الورفلا. كذلك نرجح لوسف كترد. هناك قبائل القذارفة. بالنسبة القبيلة مصراتة الوحيدة المتمركزة في مدينة مصراتة. أما بالنسبة لقبائل الأمازيغية فهي موجودة في الجبل الغربي مثلا منطقة نالوت، منطقة جادو، منطقة إيفرن، منطقة زوارة على شط البحر أما بالنسبة لترابلس العاصمة فهي خليط أو مزيج من مجموعة قبائل عدة الصراع الموجود التاريخي الموجود في ليبيا نستطيع أن نقول أنه محصور بين قبائل الشرق الليبي وقبائل الوسط الليبي الوسط أعني بها قبائل الزنتان، قبائل مصراتة، قبائل الورفلة، قبائل الإجزال هناك طبعا مصاهرات ما بين بعض القبائل مثلا في قبيلة من قبيلة الإجزال هناك مصاهرة قديمة بين قبيلة الإجزال وقبيلة الزنتان نعم هما أخوالهم نعم هما أخوالهم بالنسبة للقبائل الزنتان هذا قبائل على الجبل الغربي يبعدون عن دينة طرابلس العاصب 150 كم طبعا معروفين في قضية معرفة خبرتهم في الصحراء وهم الذين يحتجزون الآن سيف الإسلام القذافي طبعا رأس هذه القبائل الزنتان نذكر قبيلتين قبيلة أولاد ذوي وقبيلة الحاري هاتين القبيلتين هما الثاني تحتجزون سيف الإسلام القذافي طيب الصراع علي غنامي الصراع تقريبا محصور الآن بين الزنتان ومن يوالونهم وأيضا بين مصراتا على الأرض لو سمحت لي على الأرض الليبية أي القبيلتين أقوى نفوذا وأقوى سلاحا وأقوى من حيث التأثير في القرارات سواء قبل الثورة على العلقية الليبي المعمر القذافي أو بعدها الآن أستاذ إيشان بدأت الصراع على الأرض قبل سقوط القذافي الجهات الثلاثة الجنوب والوسط والشرق كانوا كلهم متحدين على مسألة واحدة وهي سقوط النظام معمر القذافي صحيح بعدما سقوط النظام معمر القذافي صار هناك الصراع على الكعكة وهي كعكة تسمى كعكات أو كعكات السلطة مثلاً الصراع في ترابلس ما بين قبائل الزنتان ومصراتا على النفود مثلاً السيطرة على مطار ترابلس الذين يسيطرون حالاً على مطار ترابلس وهم قبائل الزنتان صحيح تحت لواء القعقاء مصراتا تحاول السيطرة على مطار لكن الزنتانيين أكثر قوة وعدة مصراتا تدعمها أفهم أستاذي مصراتا تدعمها قطر المطار مصراتا حالاً تنزل به طائرات قطرية محملة بالعتاد العسكري وبالمؤمن نعم بالنسبة للمطار ترابلس تحت السيطرة حالاً تحت سيطرة كثائب الزنتان مدعومة مدعومة من السعودية ومصر لا لا بالنسبة للشرق العقيد حفتر وهو أحد الضباط القائمين بثورة ستين مع القذافي وبعد المشكلة التي حدثت نهاو سنة ألف وتعومية والثواتمانين نعم والثواتمانين على تشاد طبعاً نفر إلى ليبيا وبعد رجوعه بعد رجوعه استقر في الشرق طيب حتى نقعد نبقى في القبائل علي وأنا أطلت عليك أعرف لكن مثلاً كتيبة 17 فبراير نعم هي على خلاف مع جماعة حفتر نعم من تدعم هذه الكتائب 17 فبراير مع أنها هي من الكتائب الأولى التي قامت بالثورة ضد العقيد الليبي بمعنى آخر هل أنصار الشريعة متحالفة مع 17 فبراير وما نوع العلاقة بينهم وما أصل الصراع بينهم وبين جماعة حفتر هل الخلاف إديولوجي أم مجرد على السلطة نعلم أن قبيلة الزنتان تطالب بوزارة الدفاع أو رئاسة الحكومة نعم بالنسبة لك 17 فبراير هي نزيج مختلط من جميع القبائل هذه كتيبة التي كان ينضم تحتاجه وقايا بعد سقوط معمر القزافي كل الكتائب يعني كتيبة 17 فبراير تجد فيها أهل الشرق تجد فيها أهل الغرب تجد فيها أهل الجنوب أهل الوسط نزيج من جميع القبائل بعد الصراع الأخير هذا بعد الصراع الأخير كتيبة 17 فبراير أصبحت ضد حفتر ضد حفتر تدعمها طبعا قطر بالنسبة لحفتر تدعمها مصر نظرا لخلاف الموجود للإخوان والسيسي يعني بطريقة طريقة أخرى ليبيا الآن هي أرض لتجاذبات قوى إقليمية إن صحها التعبير هكذا علي نعم نعم أستاذ هي قوى مكانة جاذبات قوى العظمى افتراع الأرض ما بين مصر وقطر شكرا جزيلا لك علي غنامي مراسلنا في الصحراء الكبرى وأنت خبير بالأنساب في الساحل والصحراء الكبرى لهذا استعنا بك لإعادة تأطير هذا النقاش أشكرك مجددا علي غنامي كنت معنا عبر الهاتف من أضرار أبدأ معك سيادة العقيد أنا تعمت أن نبدأ مع زمنا علي غنامي حتى نعطي صورة أو مسحا للمشاهد كريم حول خلفيات هذا الصراع كخبير عسكري وعقيد متقاعد في الجيش كيف تنظر للأزمة الليبية من ناحية العسكرية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أستاذ هشام ضيفك الكريم متتبعي قناة الشروق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله ليبيا منذ سقوط النظام عمر القدافي أصبحت دولة تفتقر إلى قوة المؤسسات نعم أي الجيش الليبي أثناء الثورة كما سموها الليبيين أو أثناء الانتفاضة التي صارت ضد النظام آنذاك أفضت إلى تدهور أو أقول حتى انهيار الجيش الليبي نعم وكل الأسلحة التي كانت موجودة في المخازن والحضائر من دبابات وعربات قتالية أصبحت تحت سلطة بعض الميليشيات التي تعد بالمئات في ليبيا بحيث الشارع له ميليشيا مسلحة المدينة القرية القبيلة السياسي كل هذا الخليط من الميليشيات ذات الانتماءات المختلفة جعل من الوضع العسكري في ليبيا جد معقد والحلول بهذا المشكلة العويص الأمني العسكري صعبة جدا في غياب جيش وطني قوي مزود بأسلحة ومتدرب ومتكون تكوينا عسكري عاليا جيش ذو كفاءة عالية من أجل حماية الوطن من الاضطرابات الداخلية والاعتداءات الخارجية وكذلك هذا تحصل حاصل سيادة العقيد عفونا هذا تحصل حاصل القذافي لم يبني أي جيش هو كان يحتمي بمجرد كتائب يغدق عليها بالسلاح والمل فبالتالي ما تقولون هو تحصل حاصل نعم هذا كله ناجم على المشاكل التي عرفتها ليبيا بالخصوص من سنة 2011 إلى يومنا هذا إذن ليبيا تعيش اليوم حالة فوضى في غياب قوة عسكرية متينة في غياب أجهزة أمن صلبة في غياب حكومة في غياب حتى الدولة أقول ليبيا البلد والدولة الغائبة من المسؤول على هذا الغياب المسؤول على هذا الغضع أولا أنا أحمل المسؤولية لكل من شارك في إسقاط النظام بهذه الطريقة ولم يكمل المهمة فالمهمة التي كان يقوم بها الغربيون في ليبيا هي تصفية معمر الدافي تم ذلك ثم راجعوا إلى بلدانهم وتركوا الليبيون يتصارعون فيما بينهم بحكم أن ليبيا لها مشكل كبير ما زال الليبي يفكر بالقبالي ما زال الليبي يفكر بالمناطقية وبالتالي تركوا ليبيا في حال فوضى والقبائل تتنحر فيما بينها من أجل أقول يمكن غنائم الدولة لاغتنام غنائم الدولة سنعود إلى هذا الموضوع بالتفصيل سيادة العقيد أريد أن أتطرق مع علي الزاوي أنت تتابع تطور الحركات الجهادية في المنطقة الساحل وليبيا إحدى هذه الدول بعد الثورة صارت ليبيا قاعدة خلفية لمختلف الجهاديين عندهم سلاح عندهم رجال صاروا يقصدونه والآن حديث عن درنة مدينة درنة القريبة من مصر في غرب كل دول المنطقة هل تعطينا أغلب الحركات المسلحة الجهادية التي تستغل الوضع كما قال العقيد حملات حالة الفوضى في هذه البلاد أول يعود درنة الفوضى في هذه البلاد بعد سقوط النظام القذافي وأن اليوم نشهد من تحول سقوط النظام إلى سقوط دولة تهدد كل دول منطقة وأصبحت دلنا المركز الرئيسي والخلفي لعمليات التنظيم الجهادية بشدة أنواعها هنا كانت أنصار الشريعة تمانعقد عليها المرابطون التي هي خليط من عدة كتائب جهادية أنصار الشريعة الجهادية الليبية تنظيم القاعدة بلاد المرب الإسلامي أنصار بيت المقدس كل هؤلاء أصبحوا في مكان تحت كتيبة وحدة التي كان تزعم أبو بكر المصري وبعد القضاء على أبو بكر المصري أصبحت اليوم حتى الميليشيات الليبية أصبحت تخضع لأهم التنظيم القاعدة العالمية وحدنا قلنا أن دلنا الكاف رخرة بالضبط أصبح يلطبط بما قاله الرئيسي وهو المسجد المرابطون الذي سميت عليه التنظيم الجديد يسمى عليه المرابطون ويعود تسميته لهذا المسجد الموجود في الكاف الأخضر في جرماع ما نوع الإسلحة التي لدى هذه الجماعات هذه الإسلحة التي لدى الجماعات كل إسلحة التي أصبحت حوالي خمسة وحدنا أربعين من قطة سلاح مجردة وخمسة وددين لا أتحدث عن الكمية عن نوعية يعني مثلا عندهم صام سبعة عندهم صور أخراد عندهم صور أخراد عندهم صام سيس والصام سبعة وعندهم سلاح التاقين مضاد الطائرات وعندهم سلاح التاقين هل هناك تقديرات حول عدد هؤلاء الجهاديين في هذه المنطقة في ليبيا لا كم مئات ألاف كم ألاف نقول ألاف نقول 20 ألف 30 ألف من مختلف الفصائل حتى لا ننسى حتى الميليشيات الميليشيات في ليبيا أصبحت تقدر القاعدة والمنطقة وننسى سقوط الإطاحة بمصر يجعلها بعض من الإخوان الإخوان المسلمين التحقوا بدنا الذي أصبح يشكل خطر على مصر وعلى ما المال دقيقة هذه ما المال دقيقة مؤكدة يعني نحن نتابع الواد ومتواصل من لحظة لأن الأوضاع تتغير من دقيقة إلى وخير من ساعة وكلها تتغير هذه الجماعات علي عفونا المقاطعة هل لدى هذه الجماعات زعيم معين أو عدة زعامات متفرقة اليوم اليوم ليبيا تشهد حرب زعامات يعني حرب زعامات كما نشفنا القبائل بعد ما نكون متوحدين في سقوط القدافي تشتت وأصبح كله أحد يود الشهامة والزعامة والحكم في المنطقة حتى اليوم ليبيا قلنا ليبيا اليوم أصبحت منطقة تخضع لأوامر أو تحت حكم الجماعات الجهادية وما وقع وما وقع وما وقع في المطار طابلس وكذلك اليوم ليبيا غير متمكنين بشي تحكم الفوض أو بدون حكومة يعني موجودة ولكن هي بدون كينونا يعني أخذ هذه الكلمة التقطة وأتوجه بها إلى سيدة العقيد حملات رمضان أحداث مطار طرابلس حقيقة صارت صارت غموض مجموعات مسلحة تسيطر على تحتجز تغلق المطار تحتجز إدة طائرات فيها الآن حديث عن اختفاء طائرتين سنعرف لمدى دقة هذه المعلومة مثل ما أخبرنا علي غنامي المطار تحت سيطرة الزنتان والزنتان متحالفة مع حفتر حفتر بحد ذاته يقال أنه يقود ثورة مضادة على الثورة الليبية هل يمكن كاسية العقيدة أن تعطينا زوم حول مطار طرابلس الأحداث التي كان فيه ومن المستفيد منها نتكلم عن مطار طرابلس لأنه هدف استراتيجي هام ولكن الزنتان متواجد في أهداف استراتيجية أخرى هامة في طرابلس وخارج طرابلس فمنذ 2011 قبلت الزنتان فنحددها بالضبط جغرافيا فهي من شرق ليبيا وبالضبط 170 كم جنوب شرق طرابلس تسيطر على مطار ليبيا منذ 2011 أي منذ سقوط نظام القدافي وإضافة إلى مطار ليبيا تسيطر على المحور المؤدي إلى مطار ليبيا من طرابلس ولطوله 25 كم وعلى طول هذا المحور كل المستودعات الاحتياطات المختلفة من وقود وأغذية وغيرها كلها موجودة على هذا المحور وبالتالي تسيطر على كل المواد اللوجستية التي تغذى منها طرابلس ويمكن حتى بعض المدول الأخرى فهذا كله ولقبيلة المستودعات كذلك تسيطر على بعض المطارات الصغيرة الموجودة في الشرق وجغرافيا هي الأخرى موجودة شرق ليبيا وبالتحديد هي مدينة ساحلية موجودة على بعد 150 كيلومتر الشرق ليبيا الشرق طرابلس بالعافية وهذه القبيلة أو المدينة تدعم التيار الإسلامي وأساس الإسلامويون الموجودون في طرابلس ولما كان المؤتمر الوطني مشكل من أغلبية التي تنتمي للتيار الإسلامي كانت مصراطة تدعم هذا المؤتمر الوطني وبحكم يمكن نتائج الانتخابات الأخيرة التي أعلن عليها في يوم ستة والتي أفقد فيها الإسلامويون الأغلبية داخل هذا المؤتمر والذي بالمناسبة غير اسمه يمكن هي التي دفعت بقبيلة المصراطة أنها أن تقوم بإعمال عسكرية على طول المحور طرابلس والمطار حتى تسترجع المطار من قبيلة الزنتان ومن يسيطر على مطار طرابلس يسيطر على مدينة طرابلس هذا مما لا شك فيه حتى يبقى نفوذ قبيلة المصراطة والطيار الإسلامي التي تدعمه هذه المدينة أو هذه القبيلة يبقى ذو نفوذ على السياسة وعلى دول بالحكم في طرابلس بالنسبة لسية العقد عفوا بالنسبة لخليفة حفتر المدعوم من طرف مصر من ناحية الموضوعية هل نقول بأنه يقود ثورة مضادة أم أنه يريد حقيقة يطهر ليبيا مما يسميهمه بالجهاديين أو الإرهابيين يعني مصر الحالية مصر السيسي ليست لها سمعة طيبة في الوطن العربي وأفعال السيسي تتحدث عنه نعم قبل أن أجيبك عن سؤالك عن حفتر وما يجري في بنغازي دعني أكمل قليلا وأذكر بعض الأسلحة كما سألتم ضيفكم الكريم عن نوعية الأسلحة الموجودة بين أيدي المقاتلين في ليبيا أو بين أيدي الميليشيات الموجودة في ليبيا فمؤخرا سمعنا كلنا أنه من مصراط دافعوا بدبابات إذن الميليشيات المسلحة في ليبيا لها دبابات من الصنع السوفيتي من أرقام الحديثة يعني من تي 72 و 80 وغيره لهم عربات قتالية مدرعة لهم هوينات لهم راجمات صواريخ حتى لا نقول غرات إنه هذه تسمية تسمية غربية لهم أستريلا دو آمن اللي سموها هما صام سبعة وهنا أفتح قوس حتى لا نخيف المواطن الجزائري لأنه راجى كثيرا أن هذا النوع من الأسلحة يسج ويروج نوعا ما أو دخلت إلى الجزائر فهذا النوع من السلح إذا كان بين أيدي غير ليست لها كفاءة خاصة من ناحية التقنية فهو غير مخيف لماذا؟ لأنه له رأس موجه يكون في الأمام عندما يتنقل بالسلوخ من نقطة إلى نقطة فهذا الرأس الموجه لا تيتشير شوز يعني يجب إعادة ضبطها كل ما ننقل السلوخ ولضبطها يجب من أجهزة وتقنيين مختصين لضبطها وهي منظمة نعم ضف إلى هذه الأسلحة الثقيلة هناك مدفعية من مختلف الأعيرة وهناك أسلحة خفيفة من مختلف الأعيرة حتى لن نترك في هذه التفاصيل هذا هذا حتى نضع المشاهد الكريم في الصورة أن الحرب الدائرة حاليا أو المعركة الدائرة حاليا في مطار طرابلس الدولي فهي نستطيع القول أنها تجري بين طرفين المجهزين بأسلحة ثقيلة من دبابات ومدفعية وصواريخ وغيرها حتى يكون المشاهد الكريم في الصورة أن المعركة ليست معركة إلا بسلاح طيب نفضلك أجبني على سؤالي هل حفطر يقود نعود حاليا إلى حفطر ثورة مضادة على الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي أم أن خليفة حفطر يحارب من يسميهم بالإرهابيين الظلميين الذين يريدون الشراء ويبطنون الشراء لليبيا حفطر أعلنها بصريح العبارة أنه يقوم بعملية تطهير ليبيا من الإرهابيين من المتطرفين المتشددين وهم كثر في ليبيا هل اقتنعت أنت بهذا الكلام؟ أنا غير قانع بهذا الكلام هذا تصريح إعلامي يمكن لكسب ثيقة الشعب الليبي وكسب ثيقة كل من هو في ليبيا ضد هذا ضد هذا التيار أو ضد هذا المتشددين وكذلك يمكن من أجل كسب ثيقة أو اتصال بجهات مجاورة الدول مجاورة حتى تثيق في هذا الشخص من أجل القيام بهذا العمل حفطر معروف عليه أنه من صنع أمريكي يعني من منذ خروجه من ليبيا أو أقول من نتشار ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية أين تلقى تكوينات على يد السيا وكان دائما في اتصال مع لسيا ومن هو عليه ليست له مصدقية عند الشعب الليبي لأنه محسوب على أمريكا وبالتالي الدعم الذي كان ينتظره هو من الشعب الليبي خاصة في منطقة بنغازي ودرنة وغيرها فلم يجده من البداية والدليل على هذا أنه لما اجتمعوا مشيخ القبائل في منطقة بالجهة الشرقية تسمى بالخضراء كان من المنطقة خاصة كانت بداية الأعمال القتالية لحفطر أو إعلانه عن تطهير ليبيا من المجموعات المسلحة كنا ننتظر من المشيخ أنها تتخذ موقف ويمكن حتى أن تكون سندا لحفطر من أجل إعادة واستثباب الأمن في التراب الليبي بداية من الجهة الشرقية ولكن مشيخ القبائل لم يذكر أبدا هذا الدعم ولم يعطوا هذا الدعم إلى خليفة حفطر سأعود إليك سيادة العقيد في تطوير هذه النقطة قبل أن أعود إلى علي الزاوي سيد علي بالنسبة لمطار الذي كان يتحدث عنه سيادة العقيد البعض يتحدث عن مخاوف للجزائر تونس نيجر تشاد مصر حول اختفاء طائرات وحول عمليات محتملة ضد هذه الدول الجوار لبيير باستخدام هذه الطائرات ما مدى صحة هذه المعلومات أولاً ساحة المعلومات لا نستطيع نفيها أو أكد منها لأن أولاً طائرات أي طائرات تحلق بدون رخصة ستقصف بين لحظة وثانياً نحن نحضنا أن مؤخراً أن الحدود الجزائرية كانت طائرات تحلق نعم طائرات تحلق بدون منذ إعلان الحامل أن هناك طائرات وقعت بين أيدي جهاديين في فيليبيا ولكن هناك لن يوجد أي أطل لهذه الطائرات لأن أي تحلق ستقصف قبل 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 إقلعها الشيء الخطير حالياً هو كل الضغوطات يعني ما تشهده تونس كل شيء يعود إلى استنفاع الحدود الجزائرية الآن الخطر موجود خاصة بعد تدور ليبيا بعد عصب بالأغلبية بالأغلبية ذات طيار الإسلامي في ليبيا هو الشيء الذي خلت تشعل هذه الافتعار ردود فعل كما شهدنا في نعود إلى تونس بعدما الدستور جديد أعصف بصلاحية النهضة أصبح ظهور جديد أصبح تصعيد إرهابي في تونس وفي دول أخرى سنعود إلى تأثيرات الأوضاع في ليبيا على دول الإقليمية وبعض التفاصيل خاصة بما يخص نحن في الجزائر لكن قبل أن نأخذ هذا الفاصل مشاهدين نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود لمواصلة هذا النقاش حول ليبيا كنا تحدثنا في هذا الجزء الأول عن الوضع في ليبيا القبائل ولا آتها ونوعية السلاح الموجود فيها في الجزء الثاني سنحاول أن نتطرق إلى التحديات أو المخاطر التي تواجهها دول الجوار لليبيا أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا بعد قليل نعود لمواصلة هذا النقاش أهلا وسهلا بكم مشاهدين بعد هذا الفاصل القصير نواصل حديثنا حول التحديات التي تواجهها ليبيا والدول المجاورة لها بالخصوص الجزائر أعود إليك علي الزاوي كنت تتحدث قبل الفاصل عن المخاطر التي ربما يمكن أن تصدرها الأوضاع المتوترة في ليبيا نتحدث عن الجزائر هل يمكن اعتبار تنامي هذا التعاطف صحة هذا التعبير داخل الصحراء الجزائرية مع ما يحدث في ليبيا هو عادي أم غير عادي كيف تصنف هذا الشعور الآن أولا نعود مرة إلى الخلف نحن حدرنا قلنا أن سقوط اليوم ليبيا ليبيا بدون كينون مباشر يعني لنصر هناك توجد حكومة موجودة ولكنها غير موجودة وغير متحكمة في الأوض ولا يوجد جيش حقيقي الذي كان من قبل يدير كل شيء في ليبيا اليوم شفنا هناك ظهور ظهور تنظيم جديد الذي أصبح يأخذ توسيع دولي وهو تنظيم داعش لا ننسنا هناك هل يوجد داعش في ليبيا نعم يوجد داعش في ليبيا ويوجد داعش في تونس لحظنا أن أن أمير أن الأنصار الشريعة قاموا بمبايعة بمبايعة داعش وأحمد وردخيري قام بمبايعة داعش من هو أحمد وردخيري؟ أحد مؤسسي التوحيد والجهاد الموجود الآن في شمال موجود الآن في شمال نزيل موجود في غاو وكذلك نرى أن أبو نصر الجزائي الذي بايع كذلك داعش الموجود في منطقة القابل وهناك صراع بين صراع بين تنظيمات نجلي ويوجد هناك زعامة يعني كل هذا وأخطأ من ذلك أن نجد أن أغلب أغلب عناصر داعش الموجودة في الساحل أو في ليبيا أو في تونس هي من أصول تونسية علي عفوا البعض ربما إذا سمع كلامك يقول أنه أنت تتحدث تريد أن تضع مجرد بروباقندا إعلامية تريد أن تضخم هذا الداعش وهو في حقيقة الأمر مجرد أشخاص ربما قد لا يصلون إلى عشر ألف شخص على أحسن تقدير هل يوجد علاقة حقيقية علاقة ملموسة بين أنصار الشريعة في تونس وبين نظيرتها في ليبيا وهل من عمليات تم ضبطها بين هذين الجماعتين نعم بين جماعتين أنصار الشريعة في تونس وفي ليبيا هم نفس الجماعات التي كانت في الساحل وبعد تدخل فرنسي في شام المالي دفعت الجماعات تنتسح إلى دولها ولا ننسى لا ننسى أن الجهادين الذين كانوا في شام المالي ولو ليبيا كان مركز العبور المركز العبور الرئيسي لأول مرة بعد التحليات أول مركز العبور لهذه الجماعات لراحة السورية كان مركز العبور تحل الانتلاق كانت إيطاليا بوابة إيطاليا كانت تفرد من إيطاليا إلى تركيا تركيا سوريا ثم تعود لتعود 13 إلى الدول إلى الدول لها الأصلية رحبنا اليوم اليوم الخطأ ما هو خطأ اليوم أن السلاح الموجود الذي أعطى قوة فعالة لهذه التنظيمات السلاح الليبي الذي أصبح بين أيديهم يتحكم فيه أين ما شاءوا أن اليوم نظر أين هو السلاح الليبي حد أننا من قبل قلنا أن أكثر سلاح وجود السلاح الليبي موجود في مصر وما أبعد من مصر حد أننا قلنا حداري التدخل الفرنسي في شام المالي رح يبعد الإضطرابات إلى ما أبعد من مصر إلى الشرق الأوسط هل السلاح الليبي دخل الجزائر هل السلاح الليبي بعد سقوط نظام القذافي دخل الجزائر وانتشر في الجزائر لم ينتشر في الجزائر حاول دخول الجزائر ولكن تنصد لها القوات في الحدود الجزائرية والأنواء موجود في تونس موجود في تونس في الساحل هل السلاح الذي يستعمله المسلحون أو الإرهابيون في جبل الشعنبي على الحد جزائر التونسي هو سلاح الليبي سلاح الليبي 100% هو سلاح الليبي لن يأتي سلاح السلاح ليبي وهو الذي يقول لك هو اللي اعطاهم قوة فعالة للاسباح تدخل فرنسي هو اللي اعطا اعطاهم صيغات جهادية. نعم. واحد التنظيمات الجهادية واحد واحد الاجرام. اعطاهم شرعية. اعطاهم شرعية جدا. واسمعنا حنا شبنا بلي انصار كتائب كتائب انصار بيت المقدس وما عناصم التوحيد والجهادي في مصر. ربما هدي نريد ان آآ سيد العقيد علي آآ حملات رمضان تريد التعليق عليه. شوف تعني اعود اولا الى قضية الطائرات ثم نتكلم عن انتشار الاسلحة الليبية عبر دول شمال افريقيا والساحل وافريقيا الاستيوائية. ماذا نصنع نصنع؟ الطائرات. هناك تقريب تسعين في اليمية من الطائرات الليبية تم قصفها وتدميرها في بقية عشرة في المية بين ايدي الزنتان. والزنتان لا خوفة على هذه الطائرات تستعملها في عمليات حربية او ارهابية. اما عن الطائرات التي 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 تكلم عنها الاعلام بالامس وهي تابعة لشركة سيفاكس. يقولون ان طائرات قد اختفت وبطريقة مهنية يعني بروفيسيونال بحيث عطلوا جهاز جي فياس عليها حتى لا يمكن تحديد اماكن توجدها. فاذا كان هتان الطائرتان سقطت بين ايدي مجموعات ارهابية كأنصار الشريعة فهنا يكون الخوف. ولكن لا خوف على الجزائر لانه القيادة اول اول اجراء اتخذته اتخذته هو غلق المجال الجوي الجزائري الليبي. وهناك تعليمات لاسقاط اي طائرة تأتي من الجهة الليبية بدون تسريح تحليق على الاجواء الوطنية. اما فيما يخص الاسلحة الليبية وانتشارها على ففعلا هناك اسلحة كبيرة دخلت الى الجزائر. وفي اسلحة ليبية دخلت الى الجزائر. وعدد كبير منها تم حجز من قبل الجيش الوطني الشعبي. في منطقة برج باجي مختار في منطقة تيمياوين ومناطق اخرى في في الجنوب الجزائري. اه من فضلك اه ما تشوش علي. اذا هذه الاسلحة تم القاء القبض عليها مخزنة في المناطق الصحراوية والارهابية. برج باجي مختار بعيدة عن الحدود. هي مع الحدود المالية. نعم نعم عن الحدود المالية. في تيمياوين الحدود المالية. كلها اسلحات. وفيه بعض الاسلحة التي اه تم اكتشافها في منطقة اليزي. اه. اذا الاسلحة الليبية انتشرت بشكل رهيب على شمال افريقيا الجزائر تونس ومصر. وانتشرت في دول الساحل فالنيجر ومالي. ووصلت الى الصومال ووصلت الى نيجيريا البوكو حرام. ووصلت الى جمهورية افريقيا الوسطى. عند الجماعات الاسلامية. اه. لا اذكر اسمها التي قامت وثارت بثورة ضد النظام العاكم. ضد البوزيزي. وانقلبوا عليه. فالاسلحة الليبية وصلت الى سوريا. الاسلحة الليبية وصلت الى العراق. بالرغم انه في العراق اسلحة كم هائل من الاسلحة للجيش الصدامي. هي بين ايدي المدنيين وبين ايدي ميليشيات مسلحة. اذن انتشار الاسلحة الليبية بشكل رهيب. بحكم انه العدد الاسلحة الذي كان في ليبيا عدد ضخم جدا. ضخم كبير جدا. من اه. يوجد دول يعني ليبيا للعراق كانت ثلاثة اربع دول. نعم. بين ليبيا والعراق يوجد ثلاث اربع دول. يعني الذي يوجد حرص حدود على هذه الدول. كيف تصل اسلحة ذات نوعية للعراق وتصل الى. كما دخلت الى الجزائر عندما كنا نعيش التسعينيات. كانت تدخل عبر الحدود. كانت تدخل عبر المواني. كانت تدخل عبر عبر كل المنافذ التي كانت اه. يدخل من خلالها البشر والسلحة الى الجزائر. اذن طريقة تهارب الاسلحة. في معروفة عالميا تدخل عبر البوابات بطرق رسمية او غير رسمية. الى غير ذلك. اذن السلاح الليبي فهو منتشر. اقول تقريبا في 17 دولة في هذه المنطقة. في المنطقة افريقيا والشرق الاوسط. والحجاز الشام. اه. الليبيين حاليا يعني لو نتابع الارقام يعني يقولون ان هناك عشرين مليون قطعة سلاح كانت بين ايدي الليبيين. اي بمعدل خمس سلاح لكل فرد ليبي. كانت الاسلحة في ليبيا حتى على النات تباع بالجملة. هذا السلاح في ليبيا سلاح اثار مشكل كبير. نعود الان الى العلاقات كما كان يتكلم ضيفك الكريم بين بين الجماعات المسلحة الارهابية في منطقة شمال افريقيا. لان الان سنتكلم عن شمال افريقيا. لا ننسى ان الجنود المصريين تم ضربهم على الحدود الليبية. وتم قتل تقريب عشرين جندي. وبالتالي حتى في في صحراء سيناء هناك جماعات ارهابية مسلحة تزوج وتروج وتزرع الفوضى وتضرب العسكر وتضرب البوليس وغيرها في مصر. اذا نتكلم عن الحركات هذه على شمال افريقيا. لا نتكلم فقط على ليبيا وتونس والجزائر. وهناك ارتباط وعلاقات وتواصل كبير بين هذه الجماعات. انصار الشريعة في ليبيا هي انصار الشريعة في تونس. المقاتلين التونسيون الذين ارسلوا الى سوريا من اجل اكتساب الخبرة والعودة الى تونس من اجل الاستيلاء على الحكم في تونس. هم كلهم تدربوا في بنغازي في منطقة بنغازي من قبل انصار الشريعة. وانصار الشريعة هم من كانوا يرسلونها المقاتلين التونسيون الى سوريا. وعندما بدأت الامور الامنية تتدهر في تونس. فالقادة انصار الشريعة في تونس اصبحوا في خلاف مع قادة انصار الشريعة في ليبيا على مشكلة ارسل مقاتلين الى سوريا. فقالوا لا نحن في حاجة الى مقاتلين يجب تزويدنا بمقاتلين يجب تزويدنا باسلحة يجب تزويدنا بكذا. فعقد اجتماع بين الطرفين في بنغازي واتفقوا على تأمين او تدعيم انصار الشريعة في في تونس. تونس بالنسبة الي اليوم انصار الشريعة غير انصار الشريعة في اشعانبي وغير اشعانبي. بالنسبة الي اليوم الوضع الامني غير يعني متضهور. فالجيش وعناصر الامن متحكمة نسبيا في الوضع. ولكن التخوف من الوضع في تونس بعد رجوع المقاتلين من سوريا الى تونس. فهنا الخطر يكون على تونس وعلى الجزائر من قبل هذه المجموعات. بحيث يقدر عدد الجهاديين التونسيون الموجودون في سوريا بخمسة الى ستة الاف جهادي. وهل عدد ضخم كبير. هل تزويد الجزائر لتونس ببعض الاسلحة والعربات الاليات من شأنه ان يحدى من تدفق السلاح. من شأنه ان يحدى من نشاط هذه الجماعة المسلحة على الحدود. يجب بذل الجهود اكثر والتعاون اكثر في مختلف المجالات العسكرية والسياسية والاستخباراتية والامنية مع تونس. يجب ذلك حتى نتفادى الخطر. حتى حتى نقوم بعملية استباقية ضد اي فرد يدخل الى تونس. ومنه الى الجزائر بغيتا استغلاء بغيتا ضرب الاستقرار التونسي والجزائري. هل تفاهم لو سامحت لو سامحت تركني دقيقة فقط. نعود الى تونس. تونس في هذه الايام الاخيرة صحيح انه بعض النقاط التفتيشية تابعة للجيش ضربت. هذا شيء عادي جدا. خاصة انه الجيش التونسي مثل زميله الجيش الجزائري في بداية اعمال الارهابية في التسعينات. هذا الجيش مكون ومتدرب على حرب كلاسيكية. فحروب حرب الحيل وحرب العصابات لا يعرفها كما كنا نحن كذلك نجهلها. في بداية التسعينات حتى الجيش الجزائري خاسرة افراد في من نقاط تفتيش في ثكانات غيرها. اذا هذا شيء عادي فالتونسيون ان شاء الله مع مرور الزمن واكتساب الخبرة في كيفية التعاطي مع المجموعات الارهابية. انا متأكد انهم سيتغلبون على المجموعات الارهابية. وفي حقيقة حملات. لنعد عن التعاون. اقول لك هو يعني موضوعنا ليس تونس فقط يعني. نعم. موضوعنا على ليبيا والدول الجوار. نعم. اريد ان انتقل سيد علي الزاوي. كان يتحدث عن امر مهم سيد العقيد قبل قليل وهو اه ضرورة التعاون بين اه الدول. التعاون الثنائي. اه بين اه هذه اه الدول. اه تحدث عن العملية الارهابية التي اه عرفتها الجيش المصري. عرفها الجيش اه التونسي. يعني البعض ربما يطرحوا السؤال التالي. اه هل يمكن لهذه الجماعات ان تكون صنيعة او مخترقة من تعرف هذه الدول حتى تعطي شرعية ما لها? اولا هذه الجماعات حدا ان الجماعات اللي موجودة في تونس اه مدربة يعني. الارهاب في تونس ما هوش حديث الوجود. اه مننساش بالي في التسعينيات كان مركز الشعنبي. لا تحدث على تونس فقط انا تحدث على كل. على كل. نحن احنا كل منطقة اخي. اولا ان نعرف ان الارهاب مركز الخلفية في الشرق. كان في تونس مش بالشعنبي. وانا ذاك. الجزاء كانت دائما لحفاظا وتوداف تحطي تونس دفعنا بيضاريا حتى لا تنتشر. اه لا تنتشر لا تدخل تونس في دوامة عنف نحن لا تنسى اخي اخي هشام ان الجزائر مدة 11 سنة وهي تقاوم الارهاب وحدها وكل دول حول البحر المتوسط استفادت من مكافحة الارهاب الجزائر ونحن نحمد الله افراد لو اندلعت شرارت موقع لنا اندلعت في نفس الان ان واحد اندلعت مع تونس وليبيا واصبحت العدوى التنتشر لا كانت الجزائرين في خبر كنية الجزائر وما تشهدوا هذه الدول موسمة طروات ربيع العربي الان نعود الى السؤال ان الجماعة الارهابية في تونس هل يمكن ان تكون صنيعة هذه الدول للاستفادة منها لن تكون صنيعة هذه الدول الارهاب هو الارهاب في تونس هو التدخل الفرنسي الذي اطارك هذه الجماعات تنتشر في دولها ونعود ان الدستور تونس الذي اعصف بصلاحية النهضة التي اطارك الارهاب يظهر والتصعيد الارهابي في تونس هذا الشيء لازم تعرفوا هشام مواقعها في ليبيا كيف كيف ان بعد ما اعصف ضعف التيار الاسلامية في تونس في ليبيا اصبحت اليوم الجماعات الاسلامية حابت تتسيطر على الوضع في ترابلس ونشوف اليوم الجماعات الارهابية حابت تفضل حيماتها في منطقة شمال افريقيا ونعود مرة اخرى في شمال مالي في شمال مالي هي امتداد وهذه الاترابات المؤخرة تشهدها شمال مالي تزامت مع الاترابات في ليبيا بقي عندنا عشر دقيق من النقاش لكن قبل ان نتمه سيادة العقيد وعلي الزاوي نريد ان نستمع نشاهد هذا الفتيار حول ليبيا ثم نناقش العشر دقيق المتبقية بهذا التقرير المرئي اذا كان هذا الفتيار الخاص بليبيا اريد ان طرح عليك السؤال اخر سؤال في هذا التقرير ما الذي يمكن للوضع في ليبيا ان يجعل دول الاقليم تعيشه ما في المستقبل القريب الوضع في ليبيا الحالي ما هي تأثيراته وما هي يمكن ان يصدره وما يمكن الوضع الذي يمكن لهذه دول الجوار ان تعيشه في القريب العاجل الفوضى تصدر الفوضى الفوضى تصدر الفوضى مدام في ليبيا البلد لا اقول الدولة في حالة فعلية حالة حول حالة فوضوية انتشار اسلحة اختلافات في الاراء السياسية اختلافات في البنية الاجتماعية اختلافات في ايديولوجيات في بعض الاحيان وهذا ما ولد العنف في ليبيا ما جعل الاسلحة تنتشر ما جعل الجامعات المسلحة تنتشر ما جعل هذه الجامعات ان تتصل بجامعات في دول الجوار منها تونس الجزائر مصر مالي النيجر تشادي لغيرها حتى موريطانيا اذا ما تنتظره دول هذه المنطقة من الحالة اللا امنية في سوريا هي ان تكون يقضى من اجل اقول القيام باجراءات استباقية حتى لا تصل هذه الفوضى وهذا الحالة اللا امنية الى دول الجوار سأعود اليك في دقيقة ونصف بعدها قليل قبل ان اطرح سؤال على علي الزاوي ما هو الخطر الحقيقي الذي يمكن ان تعيشه الجزائر تونس تشاد نيجر مصر من الفوضى التي تعيشها ليبيا الفوضى الخطر الذي يهدمه هو توحد هذه الجماعات وتصبح ليبيا تحت سيطرة التنظيمات الجهادية او الارهابية لان نقول الجهادية لان تدخل فرنسي في ليبيا وفي الساحل اعطى صيغة جهادية لهذه التنظيمات ما سهل لها استقطاب عناصر وجهادين جدد تحدريات الحرب الصالبية اي مكبات عدو موحد ما هو الى عدو سابق اسمه فرنسا هذا هو الشيء لدخم رواب وبزيادة عندك الاسلحة انا اقول ان قال الضيف الكريم سيد حضرات العقيد حملات ان 20 مليون سلاح ليبيا منتشرة انا اقول له لا هناك 40 سلاح مجردة من مختلف الاصناع و35 مليون قطعة سلاح غير مجردة ونحن نعرف ان كان النظام القدافي يشتري السلاح من عند عدة ميليشيات او من دول جواب هذا هو الشيء الذي اربك المنطقة والنسب ما تشهده اليوم حاليا شمال مالي والاسلحة التي موجودة بين ايدي حركة الوطنية تحليل الازوات هي سلاح ليبي لان نشاهدنا اليوم حركة الوطنية تحليل الازوات اصبح قوة تحب بالسلاح الليبي لان تشهدوها وخاصة الهجوم على الجيش المالي في كيدال كان بسلاح ليبيا مهارب هذا الشيء الذي ضخمه لي كل الوضع الخطر اليوم موجود على حدود الجزائرية يعني من حدود الشرقية اكثر لان اليوم الخطر يداهم الجزائر ويهددها من الشرق وخاصة تونس اليوم كل الضغوطات موجودة على الجزائر اليوم نشهد لان الاطرابات مصر اليوم مهددة في وضع حارج والمصر ستشهد سنجد مصر ستشهد تشهد تصعيد امني خطير خاصة مع سوريا هي بين نيرين بين سوريا وليبي بين دوكينونا ومع الاخوان الذين التحقوا بردنا للتدريب الذي اصبع يهدد كل متر اليوم الحيطة وحضر لان اليوم نشوفه بلاينا نعود له شيء ما نول له شيء للخلف شهدنا نحب شيشان خلق القاعدة وسوريا خلق الداعش ان اليوم شبنا نستقبل ولكن ما هو خطر ان استجربة تريدون تقصد علي اشكرك جزيلا شكر في هذه النقطة سيئة العقيد في دقيقة ونصف من فضلك هناك اجتماع امني اللجنة الامنية في جزائر ثم الاجتماع اللجنة السياسية لدول جوار ليبيا ما هو المنتظر من هذه اللجنة اللجنة الامنية او حتى السياسية يمكن ان يكون بدقيقة من فضلك يمكن ان يكون لها دور ويمكن ان تصل الى نتائج مع الدولة التونسية لان المؤسسات مازال قائمة في ليبيا في تونس اما هذه اللجان ان تأتي بنتيجة في ليبيا انا لا انتظر شيء من هذا هذا باختصار اعود الى ما قاله ضيفك الكريم فيما يخص اتحاد بين الجماعات الارهابية المسلحة هذا لا يحدث ابدا وبالتجربة في التسعينات كانت بعض الجماعات المسلحة في الجزائر ليسجية وغيرها ولا مرة اتفقوا على شيء بينهما من اجل ضرب هدف معين اللي هو الدولة كذلك ما يحدث حاليا في شمال سوريا بين دعش وانصار بين النصر فالجماعات الارهابية المسلحة ذات الطابع الاديولوجي لا يمكن ان تتفق على شيء معين اشكرك واضيف شيء فقط اشكرك جزيلا شكرا اؤكد ان داعش غير موجودة لا في ليبيا ولا في تنش ولا في الجزائر هناك ولا من بعض الجماعات الارهابية المسلحة لداعش كالبغدادي كيف انتهى الوقت سيدة العقيد اشكرك جزيلا شكر لحظة نشكركم جزيلا شكرا على امال لقائبكم في فرص اخرى تحدثنا في هذه الحصاء عن ليبيا من الداخل وايضا التداعيات والتحديات التي يمكن ان تعيشها دول الجوار شكرا لكم مشاهدنا مرة اخرى وللضيوف في امان الله